بطل العالم لعام 2019 بالباور ليفتنج شاربيل حلق أهلا وسهلا فيك مرحبا شاربيل منفسر شوال العالم الفرق بين الباور ليفتنج ورفع الأسقال قلتلي الباور ليفتنج هو نوع من نوع رفع الأسقال بتفسرنا شو أكثر؟ هلنا لعبتان مختلفين هي رفع الأسقال هي رفعتان النتر والخطف والباور ليفتنج هي عبارة عن ثلاث ألعاب صدر وداد ليفت وسكوات شاربيل سنت الماضي عام 2019 بإرلندة ربحت بطولة العالم بالباور ليفتنج خبرنا شوية عن هالتجربة كانت تجربة فريدة من نوع لأنه جديدة كانت أول مرة بتشارك؟ أول مرة بتشارك بطولة عالم تعرفي تبقى شوية هيك الأمور صعبة عليك لأنه إمكانياتك بش متل إمكانيات غير المنتخبات اللي محضرة يعني بس استفدت كتير منها والحمد الله الله وفقني متعبة كانت أكيدة صفرة واخبار وكل شي على نفقاتك الخاصة ستلاقي كتير هيك قصص عرق عليتك شوية بس الحمد الله ندرنا نتوفق انت شاركت بشكل فردي ولا من ضمن منتخب؟ لا مش شكل فردي ما فيك تطلع على برا بشكل فردي بتطلع على اسم البيان على اسم منتخب قديش الإرادة بتلعب دورة بيظل غياب الدعم الرسمي؟ بلايك هلا يعني كل إنسان بدي يحط هذا في ديمو بده يسابر لا يوصل له إذا عطول بديك تطلع على شمالك ويمينك إذا حدا بدي يمدلك إيديك بديك تتعثر بكذا مترح كرمال هاك امشي وعمل اللي انت بتقدر تعملي واللي بيجي كبلاس لقليك بيكون منيح لقليك أكيد صعبة يعني بس انه ما في أي تواصل مع وزارة الشباب والرياضة أي مساعدة أي دعم كله بجهدك الخاص؟ اي أكيد كله أنا فقط الخاص كان عندي سبونسور هو البونك تبعي بس كمان بهاك ظروف صعبة كمان تجي تطلب شيء قصص زيادة يعني كيف التحضيرات لبطولة العالم 2020 قتلي لحد سيد الشهر المقبيل بروسية صحيح؟ صح كيف التحضيرات؟ هذا الاتحاد غير الاتحاد اللي عبد في عيديك السنة هذا الاتحاد للمحترفين بتلاقي فيه أبطال العالم كلها موجودة فيه وأرقام كتير عالية فمن هاي ديك السنة لها السنة أنا بلشت تحضير تعب كتير أكيدة خاصة بوضع الاقتصادي بتعرفي يعني والظروف ما بتسمحلك يعني تأكل الأكل اللي لازم تأكلي أو تنام متل ما أنت مرتاحة راسك عطول مشغول وهو الأخبار بس الحمد لله عم بحضر منيح وإن شاء الله بحط الأرقام بقسم لبنان هالسنة نقل راد شربيل انت متخصص بهذا الموضوع يعني انت ما عندك شغل تاني غير رفع الأسكار عم تعت كل وقتك لهذا الموضوع أو في شغل تاني إضافي عم بيكون لا أكيد أنا عند شغلة الأساسة اللي هو بشتغل ببونك أنا هو سبونسر اللي كان بكل 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 بطولاتي وهي ده المشكلة الرياضية بلبنان غير المحترفين بره رياضة لازم يكون بس رياضة ما لازم يكون يشتغل شغل تاني وبعد شغله يروح بده يتمرن وبده يركض لا يشوف هذا بيعط عبق أكتر عليك؟ أكيد كتير يعني بكفة أنه ما عم تقدر تنامي النوم المزبوطة لازم تناميها لتكون مرتاحة لتعمل الريكوفوري لتقدر تكون مركزة بس على تمرينك مشاكل بشغلك رح تلهيك أكيد عن تمرينك كمان رح تأثر كله عليك يعني والتعب اللي بيكون كل النهار وبعدين منرجع على التمرين رياضة بلبنان متل كل القطاعات عم بتعاني من أزمة اقتصادية عم بتأثر على معنويات اللاعبين انت شخص عم بتحاول بمجهود فردة تقدر توصل وصلة سنة الماضي للقب عالمي شو بتقلهم لرياضيين يلي هلأ عم بيحسوا انه أحليم عم تتلاشا رح قلهم خلوا شوات بصيص أمل طلعوا لقدام عملوا شي لالكون ما في شي رح يضل متل ما هو في شوات صعوبات لن الواحد يتخطاها لازم يكون أقوى من هالصعوبات يعتبر حاله بكمبيتشن وعم يتحدى الصراع ليوصل وخليه يقطع هالمرحلة لانه ما في شي رح يضل متل ما هو هلأ السنة بالنائس سنتان بالنائس مهم يوصل الى 14 سنة بكد لو صلت لقدرت أعمل بطل عنا قلت لك 14 سنة بهاي درق الرياضة بكد وين بتشوف الرياضة بلبنان بحاجة لتعديل بشكل عام مش بس بالباور ليفتينج رح يكون شوية خود راحتك ما في أيام شوية هي بشل الرياضة بدل تعديل هي كل المكونات السياسية والانطراج طبعو للسبور بدوا كله تغيير لانه كله بيتأثر بكله موقفة بس على رياضة يعني في شي حسيتك بدك تقوله متردد متردد تقوله بحس في التدخلات السياسية عم تمنع الرياضيين من الوصول الى مراكز مهمة مش التدخلات السياسية في استلشاء وفي محسوبيات من قيام زمان نرجع لقيام الباسكت يعني وقيام الفوتبول وكلها محسوبيات هيدا تابع لها وهي تابع لها يعني انا اذا بدي روح حدا يساعدنا رح روح للميلة اللي هي متل ما بقوله الاحزاب اللي اللي قريبة منها الاقوى لا تقدر تساعدنا وهيدا مشكلة كتير كبيرة يعني اه بتحس انه الرياضي بلبنان ما عم يمسل لبنان عم يمسل مطرح معايا من لبنان وهيدا شي كتير غلط نحنا لبنانية ونحنا رحين نرفع عالم لبنان انا مش رايح ارفع اسمي شربيل ولا ارفع غير اسم انا عم مسل لبنان كله فهيدا اله يعني الدولة لازم هي تنظر للرياضية انه هيدا رياضي هيدا تابع للبنان كله هيدا بيشتابع للمطرح معايا بلبنان فهي التكوين اللي انبلش بلبنان انبلش غلط واخر بطل طلع بطل عالم اه اه علي فخر الدين عم يقول بطل عالم بالامام ايه كمان اه موجه له تحية اخلاقه كتير حلوة ورفع عالم لبنان برا وعنا فقته الخاصة عنوان الحل حلقتنا اليوم وكل الجوفيا اللي مرقوا بهذه الحلقة كان المبادرات الشابية اللي خلقت امل من اليأس اللي موجود في الشعب اللبناني والشباب اللبناني تحديدا حضرتك شو بتوجه رسالة للشباب اللبناني اليوم يلي عم بهاجر بشكل بعدد كتير كبير اه لكن الغربة صعبة انا جربتها رحت ورجعت ما ضليتني جماعتين ما رح يلقوا احلام انطراب لبنان وريحة لبنان ونفس لبنان المجتمع مع الاهل الحياة ما رح تضل هيك رح ترجع تتغير الصبر اهم شي والوقت اه عنا احنا بش متل الوقت عند ربنا ما بتعرفي ربنا قيمتها رح يفتح لك بواب كتير حل ببوشي وما رح نترك البلد ونفل لغيرنا يجي ياخدو يعني ملنا نصارع ملنا نحارب نعتبر حالنا هلأ نحنا بمعركة مبينة ومبينة المناطق اللي حولينا وان شاء الله يعني اللي فلوا بيقدروا يرجعوا لانه لبنان بحاجة يعني صار الرقم كتير ضئيل الشباب بلبنان يعني صرت عم تشوف الشاب صار عم يركض لبرة لا يقدر يأمم مستقبله لانه بالنسبة لقاله قتلة احلامه بلبنان ان شاء الله كل شي بيرجع متل مكان عمل كل شي يرجع متل مكان لانه اذا ضلوا هيك الوضع العالم ما بقى عنده صبر لانه العالم جاعد غير انه الصبر انه تقدر تقاتلي بس الجوع صعب كتير وكافر صحيح شكرا لقلك وقود لك لبطولة العالم اللي حتخوضها بعد شهر بروسية على امل ترجع تجيب بطولة العالم مرتانة الى لبنان شكرا لقلك مرتانة مستمعين شكرا لمتابعتكم وما تنسوا تبعتون اكتراحاتكم عبر هاشتاج مشفلين على تويتر بحب اشكر تجوفة لليوم داني سيف وجهاد سعادة متسلقة الجبال العالمية جويس عزام وبطل العالم بالباور ليفتنج شرب الحلاء وتحية من مخرج الحلقة صيف ماضي ومنا يا رمتا على امل اللي كانوا الاسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضيع جديدة ودايما عبر هواء صوت لبنان صوت الحرية والكرامة